ابني العزيز أنا عندي شقيقة عندك شقيقة عندي شقيقة وعندي أرق شقيقة في رأسي وعندي أرق وانا فين سنة وانا بتعاوز عند كذا فبيب وفبد وهابيبون جيدا يلا شكرا لا أنا جميل ما هو أنا الصوت مش عندي مش واضح يا دوب إني أنا سامعك أنا والمشاهدين لكن أنا أخذت اختصار نعم وهي ما بتنام بالليل كلهاتنا ما بتنام بالليل يلا يا عمري هو النوم محرومين منه الشقيقة لأنه انت ما عم بتنامي بالليل أعطيك من الآخر اللي ما بينام انسوا الصدع اللي ما بينام كويس ونوم النهار ما بيغني عن نوم الليل لكن لو أخذت مشروب الكاكاو مشروب الكاكاو بهدي نفسيتك بشكل خرافي الكاكاو ملعقة منه على كوب من الحليب لما تغلي تشربه أو على كوب من الماء وتحليها بملعقة من العسل مرتين باليوم لكن أنا بدي أعطيك وصفة نبوية اللي هي التلبينة التلبينة مشهورة ومعروفة ابحثي عنها من خلال جوجل بتعرفي كيف تطبخيها بالبيت كيف تحضريها سهلة بتلد دقائق بتعمليها ومفيدة للأطفال مفيدة للحوامل مفيدة للي عندهم الاكتئاب والوسواس والوسواس القهري واللي مقهورين واللي بداخلهم حزن بدون ينفجر مجربة مفرحة للفؤاد فيها أحاديث نبوية صادقة وشريفة لو أخذنا من التلبينة قدر ملعقتين ثلاثة وضعناهم بصحن وصبينا عليهم الحليب وطبخناهم أو سخناهم وضعنا عليهم ملعقة من العسل والآن موجودة في تونس في كل الدول العربي التلبينة موجودة معلبة وجاهزة ومرخصة فبالتالي بإمكانك تستفيدوا من خصائصها إنها قاطعة للصدع لكن أيضا بدي أنصحك باليانسون باليانسون اللي هو حبة حلوة ملعقة منه على كوب من الماء تحلى بالعسل لا تحليها بالسكر ما بدنا سكر نهائي خليها تتنقع اشرب قدر كوبين باليوم فبالتالي بتستفيد يريد لو تعملي مساج خفيف لجسمك اكتافك فبالتالي بتستفيدي بزيت طبيعي زيت القليسرين فبالتالي إن شاء الله إنه بتستفيدي السفرجل السفرجل مشهور بالوطن العربي جدا مفيد للي عندهم هذه الحالات السفرجل للي عندهم الاكتئاب والوسواس فوائد فوائد عظيمة ومجربوا بعون الله سبحانه وتعالى بيعملوا منه مربى الآن بيعملوا منه مربى كل التحايا لإخواننا في تونس وفي الجزائر وفي المغرب اللي يحبونها وليتابعوا هذا البرنامج على القنوات العربية عشبة مشهورة بس لا تنغشوا فيها اسمها عبائة السيدة تعرفوا السيدة تلبس عبائة العباية ليس سموها عبائة السيدة أنا لا تسألوني ليش لكن هذه لتضييق المحبل ما بعد الولادة بإذن الله سبحانه وتعالى لو أخذنا ملعقة بكم الماء وشربتها النساء ما شاء الله وحتى لو وضعت منها القليل في لتر ونصف من الماء وغلتهم وعملتها غسول مهبلي فبالتالي بيستفيدوا سموها عبائة السيدة كانت النساء تضحى على المبخرة ما بعد الولادة يبقى كم من يوم وتتبخر فيها لتسكير أو أو هذه الأمور اللي هي الشد المحلب جدا رائع للنساء ما بعد الولادة منقوع المحلب الحب الصفرة الصمغ الأصفر الناعم غالي الثمن لكن حتى شرب قدر فنجان منه مرتين باليوم فبالتالي بتستفيد مغلي العفص موجود عند كل العطارين لشد المناطق الحساسة يخوان لحياة بالعلم هذا علم وهذا احنا بننقله لألكم مثل ما هو مكتوب بالكتب ونقلناه بالكتب احنا بنقدمه لألكم حتى خواتنا تستفيدوا حتى أهلينا كل خواتنا بيولدوا كل خواتنا بصير عندهم إسطاط وإجهاض ومشاكل كثيرة فبالتالي أسأل الله سبحانه وتعالى أنه تكون ميزان حسنا حتى النساء اللي بتنقلها بين بعض في عشبة اسمها الإرطة أو الإرطاء فوائدها فوائد عظيمة لو خلطناها بالعفص وغليناهم وشطفت فيها المرأة أو استخدمتها على هيئة غسول مهبلي إن شاء الله أنه بعود بالخير والفائدة ولحياة بالعلم ما حدا يعني البعض بيخجل والبعض لا بيقدموا أكثر مني ما أنا ما بقدم شيء للتكبير وإشي للتصغير لا أنا بحترم الشاشة وبحترم أهالينا وبحترم خواتنا اللي بتابعوا هذا البرنامج وبستفيدوا لعسى كثيرين بينقلوا طبعا وصفاتي وكثيرين بيدخلوا على اليوتيوب بستفيدوا من كل شيء أنا بقدمه لأيكم والبعض بيستخدم للشد اللي هو قشور الرمان وما أشبح مشاكل يلا هاتو يا عباس نتمنى على في ريال إذا كانت المشكلة من عنا تحللنا إياها بكرة في ريال مديرتنا عباس أم عباس هلو يا هلا هلو يا هلا أم عباس أنا بس معك يا السلام عليكم بكم السلام ورحمة الله عماد أسود زبطنا الأمور جنة العشب جنة العشب أم إيش هي يا أم عباس أم عباس يعني واحدة ندع واحدة عبد التلفزيون ما يصير ابتعدي عن جهاز التلفزيون حتى نتمكن ويتمكنوا الإخوة إنه يسمعوا مشكلتك بحيث لو كانت عندهم مشكلة مثل مشكلتك يستفيدوا من عندك الإفرازات المهبلية البيضة للنساء الحلول والمجربات يلا خلينا ندردش إحنا وإياكم وتستفيدوا من كل شيء إن شاء الله إن الله يقدرني إذا أخذنا أوراق البابونج واستخدمناها دش مهبلي غسول فيه مشكلة للنساء فيه مشكلة للنساء أنا أخجل أني أحكيها على هذه الشاشة أو الشاشات كل حمام فيه كبينة مي لما تخلصوا تديروا المي وتشطفوا بالبربيش أو باللي بدكم طيب مين سأل هذا الحوض نظيف ولا مش نظيف كل ياتنا بنشطف لا حياء بالعلم المية مش نظيفة بصير عندك التهابات وبصير عندك التهابات وإنت ما بتدري ياريت لو كل شهر نظفته وعقمته وفيه مواد بالصيدلية للتعقيم المية بتنزل من فوق الخزان بتنزل على الحمام على التوالي محل ما بتتبولوا وبتشطفوا وهي مشكلة نزائنا بتدخل على الحمام أكثر من مرة وأيام الدورة الشهرية بتدخل أربع خمس مرات باليوم ولا عدوها لخمس ستة أيام وسبع تيام ونساء عشر تيام والمية مش نظيفة اللي بتشطف فيها وبتحكي لك من وين اجتنا الالتهابات من جارتي لا منك منك فبالتالي بنكون حارسين امتبهوا للمية اللي بتشطفوا فيها والله بتسبب كثير من المشاكل وفيها كلور يعني تعقيم لكم مش لا إلي المية لسائر جسمنا يا أخوان لتنظيف سائر جسمنا فما بالكم بالماء اللي بنشطف فيه خليكم ننظيف بالأخص النساء فبالتالي إذن استخدام البابونج ننقعه نغليه نصفيه بشاش وتشطف فيه المرأة أو تستخد مدش مهبلية جدا رائع وحتى بيمنع الأسوداد وقبل النوم بنرش بودرة أطفال ما لها البودرة بنحطها للأطفال الصغار اللي هي دوب ولحمة ما بالكم بالنساء تستخدم بودرة الأطفال للرجلين قبل النوم وللمناطق الحساسة والرجال ما لهم فبالتالي إذن أوراق البابونج دوش مهبلي إذن إكليل الجبل اللي هو الروز ماري نغلي وتشطيف للي عندهم التهابات وسيلان مهبلي أصفر وإلو ريحة أو أبيض فبالتالي بيستفيدوا من هالخصاص هذه مجربات العجائي الزمان لا كان مطهرات ولا كان غيره ولا كان فيه فوط اللي تطلع على التلفزيونات يعلمون لكم عنها اليوم تعرفوا كيف كانت تستخدم النساء لحياء أبا العلم منهم أمي وأمكم ما حدا يحكي لكم إنه إحنا على روسنا ريشة إحنا بشر مثلنا مثلكم ونعيش ونفطر ونتغدى ونتعشى أبدا وإنه أمهات وإنه جدة وإنه كل شيء فبالتالي أسأل الله سبحانه وتعالى إنكم تستفيدوا كثيرين أو كثيرات أو كثيرات من النساء أخواتنا بالوطن العربي مسكينة بتحملوا بتجهد بتسقط إما ما بيحددوا المشكلة لجرثومة قطط ولا التهابات ولا مشاكل داخلية لكن المجربات زمان كانوا الولادات الداية اللي تولد النساء ما كان مستشفى ولا طبيبة ولا مستشفيات خاصة بالنساء كانت تنصح إنه تتناول السفرجل وتحمل وما تسقط صحيح؟ نعم صحيح كتب عنها بكثير من الكتب و اتداولوها في القرى هذول أهل القرى ما بينسوا لليوم إذا ولد عندهم لوزه أو صار عنده التهاب بالبلاعيم ما يروحوا لدكتور يجيبوا البيضة ياخدوا البيض ويحطوه على الطحين ويعصروا عليها القليل من الليمون أو راس من البصل يشوه يهرسوه ويحطوه على الطحين وزيت الزيتون ويضعوها على الرقبة وكانوا يسحبوا اللوستين هاي هم اللوستين يسحبوهم من هون عرق من الإيدين وهاتوا الاتصال أهل وسلام عليكم راح الاتصال إذن إدرار الحليب للمرضعات اليوم إجانا سؤال من زاخو من أخونا علي إدرار الحليب شرب بذور الشمر أو الشمر جدا مفيدة لإدرار الحليب الحلبة للمرضعات الحلبة جدا مفيدة لإدرار الحليب وبيشبع الطفل وأيضا التمر جدا مفيد لإدرار الحليب تتناول التمر المرأة اللي بتردع تاخذ سبع حبات من التمر تحطهم بالخلاط تصب عليهم كوب من المي وتشغل تشربوا مثل الكوكتيل فبالتالي العدس شربت العدس حليب للأطفال تتناول المرأة قدر صحا أو كوبين باليوم فبالتالي بتستفيد بعونا الله سبحانه وتعالى شرب منقوع الكراوية جدا مدر للحليب للنساء والغذاء الصحيح طبعا أسأل الله سبحانه وتعالى أنا متأسف اليوم على سوء الاتصالات كامل للمصدر أو من أي مكان ثاني لكن عندي عندي نصف دقيقة أستطيع أن أسمح لي أخوي المخرج ناس كثيرين عندهم حصر بول لو أخذنا عروق الفول غلناها وشربنا منقوحة على السريع بتروح على التواليت على الحمام بتم التبول فورا هذه مجربات أيام زمان أو غلينا الفجل غلينا الفجل بالحليب قطع الفجل وغليه بيكوب من الحليب واشرب على الحمام يفسر عندهم دائما ما بروح على التواليت ودائما عندهم حصر بول فبتبول إن شاء الله مباشرة هذا جنة الأعشاب هذا خبير الأعشاب حسن خليفة كل اتحايا لأخونا مركز أحمد سلمان برواري في زاخو يسعد مساكيا أحمد ويسعد مساكيا علي أبو سام جنة الأعشاب في البصرة مطلوب وكلاء ومطلوب رعاية لهذا البرنامج راح يطلع الاسم على الشريط لرعاية البرنامج أيضاً الوكلاء الموزعين لمنتجات جنة الأعشاب موقعنا المملكة الأردنية الهاشمية عمان جبل الحسين دوار الداخلية خبير الأعشاب حسن خليفة روح سلام الله عليكم روحه ورحمته وبركاته اشترك واضغط على منبه الإشعارات ليتم إعلامك بكل فيديو جديد ترجمة نانسي قنقر